الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الجزائري لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في ليبيا الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار بوليس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ويتمنى له التوفيق لنصرة العدالة وتطبيق القانون رئيس مجلس الوزراء يستعرض موقف المشروع القومي لزراعة قصب السكر وجهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جلانتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر وتطلع مصر للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة وتعظيم حجب التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية فضلا عن تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقية جاء ذلك خلال اتصال هاتفين تلقاه الرئيس السيسي من رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تابون حيث أعرب رئيس السيسي عن اعتزازه بالزيارة الأخيرة لأخيه الرئيس الجزائري ضيفا عزيزا إلى مصر وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الجزائري أعرب عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته إلى مصر مؤكدا اعتزاز الجزائر بما يجمعها بمصر من روابط وثيقة واهتمامها بتكتيف التعاون وتنصيق الثنائي في كل المجالات خاصة الاقتصادية والأملية هذا وتطرق الاتصال إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في ليبيا حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذة هند الضاوي الكاتبة الصحفية الرئيس السيسي أستاذة هند أكد تطلع مصر لدفع العلاقات قدما مع الجزائر بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة كيف تقرأين أهمية العلاقات المصرية الجزائرية في هذا التوقيت أولا الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن جاء يعني لي الحكم في مصر ويهتم جدا بشمال إفريقيا يهتم بإفريقيا بشكل عام في السياسات الخارجية المصرية وأيضا شمال إفريقيا طبعا هناك كثير من المعطيات على الأرض قربت العلاقات وأدت إلى تطابق المواقف ما بين مصر والجزائر وعلى رأس هذه المعطيات المتغيرات التي تحدث في ليبيا واستهداف أمن ليبيا ودول جوار ليبيا وبالتالي كان هناك تنفيق كامل وأمني وسياسي وحتى في المواقف الدولية ما بين مصر والجزائر على أي حال هذا التوصيد للعلاقات يضيق بتاريخ البلدين مع بعضهما البعض كل الإنجازات التي حققتها العروبة في أوقات سابقة كانت مصر والجزائر معا وبالتالي حينما نرى هذا التوافق ما بين قيادة البلدين سواء كان على المستوى السياسي أو الأمني أو حتى الاقتصادي هذا يعني أن القادم سيكون شمال إفريقيا بامتياز وسيكون هناك ثمار لهذه العلاقات وأولها ليبيا بإذن الله من خلال دعم العملية السياسية وإجراء انتخابات تفرز دولة وطنية ليبيا مع إخراج المرتزقة التي تحاول أن تنال من الأمن النصري والأمن الجزائري ما مدى تطابق الرؤى السياسية والمواقف ما بين القاهرة والجزائر في الملفات الإقليمية ولعل أبرز هذه الملفات الملف الليبي والملفات الأخرى الموجودة بالمنطقة طبعا هناك تطابق كبير في المواقف سواء كان فيما يتعلق بالأمن العربي بشكل عام أو الأمن الإفريقي أيضا وبالتالي التحركات المصرية الجزائرية في المرحلة الأخيرة سواء كان داخل الاتحاد الإفريقي أو حتى الجامعة العربية أو رابطة المجمع الدول الإسلامية كل هذه الأمور أشعر بأن هناك توافق وتفاهمات وبالتالي هذا ما يعطي قوة دائما للقرار العربي مؤخرا فهذا نزالت في القمة الاتحاد الإفريقي السابقة نجد أن الدولة المصرية ومعها الجزائر يحضرون بشكل مكثف للقمة العربية القادمة لأنهم يريدون أن تكون فعالة في حل الأزمات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط من خلال تهدئة الصراعات استعادة الدول الوطنية دعم الوضع الاقتصادي بعد توابعه من جائحة كورونا وغيرها ولذلك أعتقد أن التوافق وصل إلى ذرواته على كافة المناحي والملفات وهذا بالمناسبة يعني يعطي قوة وثقل كبير للقرار العربي وثق لليته عن الصراعات الدولية ما بين القوى الكبرى الكاتبة الصحفية الأستاذة هند الضاوي شكرا جزينا لك شهد رئيس عبدالفتاح السيسي أداء حلف اليمي للمستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا هذا وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا والتي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعب صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بنى السيد الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا التي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ معربا سيادته عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى وذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة لمعدلات التنمية الآخدة في التوسع على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية هذا وقد أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر امدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر هذا وتناول الاجتماع جهود توفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة والمشروع القومي لتنمية سيناء كما استعرض الاجتماع مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد طاقة الهيدروجين الأخضر وكذلك مستجدات مشروع الربط الكهربائي الثلاثي مع كل من قبرص واليونان ومع العراق والأردن والربط مع كل من المملكة العربية السعودية وليبيا وذلك بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة على مدار العام وفقا لاحتياجات كل جانب من الطاقة الكهربائية استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير عددا من ملفات عمل الوزارة تناول الاجتماع شرحا تفصيليا للمنظومة المصرية الحديثة لتكويد المزارع والكيانات التصديرية وتتبع الشحنات الزراعية المصدرة والتي يقوم بها الحجر الزراعي وكذلك تم عرض النتائج الإيجابية لتطبيق هذه المنظومة على التصدير لكافة دول الاتحاد الأوروبية ومعظم دول العالم التي تطبق أحدث الأنظمة الرقابية في مجال سلامة الغداء والصحة النباتية كما استعرض وزير الزراعة موقف المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وكذلك جهود الوزارة في مواجهة تعديات على الأراضي الزراعية افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية يرافقه الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال تطوير لمستشفى طنطة العسكرية وذلك بعد تطويرها وفقا لأحدث النظم الطبية العالمية يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في الاهتمام بمنظومة التأمين الإداري والطبي للفرد المقاتل وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء القوات المسلحة ودهم القطاع الطبي المدني افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير لمستشفى طنطة العسكري وذلك بعد تطويرها وفقا لأحدث النظم الطبية العالمية والقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث المنظومة الطبية وحرصها على امتلاك أحدث المنظومات الطبية العالمية وشاهد القائد العام للقوات المسلحة فيلما تسجيليا من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تناول أعمال تطوير مستشفى طنطة العسكري وذلك بعد أن تم تحديثها وزيادة طاقتها وفقا لأحدث نظم الإدارة الطبية ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لتقديم خدمات طبية متميزة مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الشامل والمستمر لمختلف الأسلحة التخصصية كما أشاد بالطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة التأمين الطبي من تحديث وتطوير لتلبية المتطلبات والاحتياجات الطبية اللازمة لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام المكلفة بها وقدم مدير إدارة الخدمات الطبية عرضا تناول شرحا تفصليا للمستشفى وكافة الجوانب الإنشائية والطبية المتطورة بها والتي روعي فيها اتباع أحدث النظم الطبية الحديثة وذلك بعد أن تم رفع كفاءتها الفنية والإدارية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمنظومات الطبية وتفقد الفريق أول محمد زكي عددا من العيادات التخصصية بالمستشفى وكذلك قسم الغسيل الكلوي وغرف إقامة المرضى ووحدة الحضانات ووحدة الرعاية المركزة وجناح العمليات والتي تم تنفيذها وفقا لأحدث المنظومات الطبية المتطورة حضر مراسم لافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من الكوادر الطبية والشخصيات العامة بالمحافظة تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الهولندي فوبكا هوكسترا وذلك للتباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك أوضحت الخارجية أن اتصال الوزير الهولندي يأتي في سياق التواصل مع مصر خاصة مع بدء توليه مهامه في يناير الماضي تناول هذا الاتصال عددا من ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا وكيفية تطويرها بما يعكس مصلحة البلدين وفي إطار الاحترام المتبادل بينهما بدأت أعمال الدورة 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين بمقر الجامعة العربية ناقشت أعمال الدورة 109 عددا من البنود الاقتصادية منها البند المتعلق بإعداد الملف الاقتصادي للدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية المقبلة وبندا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي وألية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في الدول العربية وكذلك دعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية داخل الدول العربية نتحول إلى الملف العراقي حيث أعلن البرلمان العراقي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى ذكرت وثيقة لرئاسة البرلمان أنه نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية دون انتخابه واستنادا لأحكام قانون الترشيح للمنصب قررت رئاسة المجلس فتح باب الترشح لمنصب الرئيس ابتداء من اليوم على أن يستمر تلقي طلبات الترشح لمدة ثلاثة أيام أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الفوضى لا ترحم أحدا والجميع سيدفع الثمن مشيرا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة التداعيات والعمل على إعادة وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات كان الرئيس الوزراء العراقي وصل اليوم إلى محافظة ميسان برفقة وفد أمني رفيع المستوى وخلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في ميسان وجه الكاظمي بتشكيل قيادة عمليات ميسان مشددا على متابعته الشخصية لوضع المحافظة من القيادة الأمنية المشتركة يوما بيوم ومؤكدا أنه سيتم اعتقال جميع المجرمين وتسليمهم إلى القضاء وإنزال أشد العقوبات بهم أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة أكدت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون أن العملية العسكرية الأمريكية في سوريا التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي وجهت ضربة كبيرة للتنظيم أوضح البنتاجون أن العملية نفذتها قوات أمريكية فقط مشيرا إلى أن ذلك التنظيم الإرهابي لا يزال خطيرا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن الخميس الماضي مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو إبراهيم الهاشم القرشي ولقبه حج عبدالله خلال عملية للقوات الأمريكية في سوريا شهد رئيس لبناني ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي عيد مارون مؤسس الطائفة المارونية حضر هذا القداس عدد من الوزراء وقائد الجيش اللبناني العماج سيف عون ورئيس الوزراء الأسبق فؤاد السانيورة ولفيف من المسؤولين وشخصيات العامة كان ميقاتي قد أصدر قرارا بتعطيل العمل بالإدارات والمؤسسات العامة اليوم بمناسبة عيد مار مارون شن الجيش اليمني هجوما مضادا على مواقع قوات الحوثي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرق صنعاء وأوضحت مصادر أمنية أن الجيش اليمني تمكن من الوصول إلى أطراف جبل لقشع والسيطرة على مواقع متقدمة بالتزامن مع مكاسب عسكرية جديدة في وادي الجفرة من جانبها استهدفت غارات لمقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية وأهدافا ثابتة للحوثيين في مواقع متفرقة على امتداد الجبهة من شرق الجوف حتى غرب مأرب كبدت قوات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة أكد وزير حقوق الإنسان البريطاني لورد طارق أحمد أن بلاده تدعمه بشكل كبير السعودية والإمارات في مواجهة التحديات خاصة من قبل قوات الحوثي في هذا الإطار شدد لورد طارق أحمد على أن الصراع وبشكل جوهري يحتاج إلى حل موضحا أن هناك طريقة واحدة لتحقيق ذلك وهي المفاوضات مشيرا إلى أن بلاده تطمح لتسوية للسلام لإنهاء أزمة الشعب اليمني أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل نصف مليون حالة وفاة بفيروس كورونا منذ اكتشاف المتحور أوميكرون من فيروس كورونا وصفت المنظمة هذه الحصيلة بأنها أكثر من مأساوية حصيلة أكثر من مأساوية سببها المتحور أوميكرون منذ اكتشافه حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل نصف مليون حالة وفاة بهذا المتحور رغم توافر اللقاحات الفعالة مدير إدارة الحوارس المنظمة عبد محمود قال إنه تم تسجيل 130 مليون إصابة و500 ألف وفاة في العالم منذ إعلان أوميكرون متحورا مسيرا للقلق أواخر نوفمبر الماضي ومنذ ذلك الحين تجاوز أوميكرون المتحور دلتا بسرعة ليصبح الطاغية في العالم كونه أسرع انتشارا مع أنه بدأ أن أعراضه المرضية أقل حدة وبينما كانت البيانات الأولية تشير إلى أن أوميكرون أخف ضررا قال مدير إدارة الحوارس في المنظمة إن الجميع غاب عن أذهانهم وفاة نصف مليون شخص منذ اكتشافه فيما قالت ماريا فان كيرخوفا رئيسة الفريق التقني المعني بفيروس كورونا في المنظمة إن العدد الهائل الإصابات بأوميكرون يسير الزهول وقد تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من تلك المعروفة منظمة الصحة العالمية تتعقب أربع سلالات فرعية من المتحور أوميكرون وبينما كانت السلالة الفرعية بي اي وان هي السائدة فإن بي اي تو أكثر عدوى ومن المتوقع أن تمثل حصة متزايدة من إصابات أوميكرون أعلنت العائلة الإمبراطورية اليابانية إصابة الأميرة يوكوب فيروس كورونا لتصبح أول حالة في العائلة الإمبراطورية وقد أوضحت مصادر ياباني أنه تم نقل الأميرة اليابانية التي تبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما إلى مستشفى وكالة البلاط الإمبراطوري كإجراء احترازي مشيرة إلى أن وكالة البلاط الإمبراطوري قد أفادت بأن الأميرة قد اشتكت من التهاب في الحلق ولم تظهر عليها أي أعراض أخرى وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى وذلك لاستعاب زيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الأخذة في التوسع على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وطاقة المتجددة صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية وعرض الدكتور محمد شاكر في هذا الإطار جهود توفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية خاصة ما تعلق بالموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة بإجمالي مساحة مليوني ومئتي ألف في الدان وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية فضلا عن مستجدات استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين تغذية الكهربائية لمنطقة السحل الشمالي حاليا ومستقبلا بالإضافة إلى متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء على نحو يساهم في تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في المنطقة وقد وجه السيد الرئيس بمرعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى لاستعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الأخذة في التوسع على مستوى الجمهورية أضاف المتحدث الرسمي أن سيد وزير الكهرباء استعرض كذلك مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية العريقة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد طاقة الهايدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر كما تم عرض مستجدات مشروع الربط الكهربائي السلاسي مع كل من قبرص واليونان فضلا عن الربط السلاسي مع العراق والأردن وكذا الربط مع كل من المملكة العربية السعودية وليبيا وذلك بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة على مدار العام وفقا لاحتياجات كل جانب من الطاقة الكهربائية ونتحول لآخر تطورات الأزمة الأوكرانية حيث انضمت القوات البريطانية إلى قوات النيتو في مناورات عسكرية في إستونيا مع تصاعد التوترات بين أوكرينيا وروسيا هذا ويناقش حلفاء النيتو أيضا خططا لإرسال كتائب من القوات إلى سلوبريكيا والمجر وبولغاريا ورومانيا أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده لم تعلن على أي مستوى رسمي عن أي خطط عدائية ضد أوكرانيا كان الكريملين قد أفاد بأن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص مشددا على أن هذا الأمر لا يهدد أحدا ولا يجب أن يقلق أحدا اعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون إلى روسيا قد حملت معها عصر انفراجة عنصر انفراجة في الأزمة الأوكرانية قال بوريل في ختم زيارته إلى واشنطن أن زيارة ماكرون لموسكو كانت مهمة لكنها لم تحقق معجزة مشيرا إلى أن أهم شيء بالنسبة للسلطات الروسية ليس أوكرانيا ولكن الهندسة الجديدة للأمن في أوروبا والتي ترفضها موسكو جهود كبيرة قامت بها فرنسا في حلحلة الأزمة الأوكرانية ووجود مخرج سياسي دبلوماسي حتى لا تزداد الأمور تعقيدا بين روسيا وأوكرانيا فالرئيس الفرنسي ماكرون التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو من أجل البحث في الأزمة الأوكرانية ومسألة الضمانات الأمنية وأكد ماكرون أنه حصل من بوتين أثناء محادثاتهما على تأكيد بعدم حصول تدهور أو تصعيد في الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا ماكرون اعتبر تصريحات بوتين له بداية حل الأزمة والمسار الذي يمكن أن تسلكه فرنسا لخفض التصعيد بين موسكو وكييف كما دعا الرئيس الفرنسي إلى ضرورة أن يتصرف الجميع بمسؤولية مؤكدا أن الحوار أمر ضروري لأنه يسمح بإرساء الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية لم تكتفي جهود ماكرون عند هذا الحد بل تحرك مسرعا من موسكو إلى كييف لمقابلة الرئيس الأوكراني سلينسكي وأعلن الرئيس الفرنسي أنه تبحث حول تخفيض التصعيد بين موسكو وكييف موضحا أن أوكرانيا أكدت التزامها بالحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في دونباس مضيفا أن تحقيق التقدم باتجاه خفض التوتر بات ممكنا وخلال الزيارة قدم ماكرون اقتراحات لوجود حل الأزمة الأوكرانية وشملت هذه الاقتراحات التزام عدم اتخاذ مبادرات عسكرية جديدة بين الجانبين ومباشرة حوار يتناول خصوصا الانتشار العسكري الروسي ومفاوضات سلام حول النزاع في أوكرانيا وبداية حوار استراتيجي نفذت مدرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية مجانية شاملة متعددة التخصصات لقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد وذلك على مدار يومين جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس السيسي للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية حيث تم الكشف على 2500 مواطن شملت القافلة الطبية عيادات متنقلة في 12 تخصص طبية إضافة إلى معمل للطفيليات وآخر للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا مجانيا كما تضمنت القافلة ندوات تطقيف صحي للتوعية باهمية لقاح كورونا وأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفايروس كورونا أكد مدير عام مستشفى دراو المركزي بأسوان طارق ثروة أن المستشفى يستقبل عشرات الحالات المحولة من القوافل العلاجية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة شهريا وقال ثروة أن العمليات الجراحية وعمل الأشعة المطلوبة وصرف العلاج والمتابعة حتى شفاء التام للمرضى يتم بالمجان طبعاً احنا هنا بنستقبل الحالات اللي بتبقى جايالنا من القوافل العلاجية التابعة للمبادرة بتاعة الرئيس حياة كريمة خدمات بتوصل من القوافل العلاجية للقرى والنجوع اللي صعب الوصول لها أو ما فيهاش أماكن خدمة صحية مركزية كمستشفيات أو عمليات بيتم تحويل المرضى منيهم للمستشفى بينهم احنا طبعاً بنلازم سواء فيه ناس بيتم عمل قرارات نفق الدولة بالنسبة لهم يتعايقوا على نفقة الدولة سواء ضغطة أو سكر فيه ناس بيتعمل لها عمليات جراحية العمليات الكبرى بنتعاون مع مستشفى الجامعة مثلاً في التحويل ليهم وبنقدم الخدمات على قد ما نقدر لأهالي البلد والأماكن الصعبة الوصول لها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار أدوية مخشوشة في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها خلال أيام وأكد المركز الإعلامي أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق سواء بالصيدليات أو المستشفيات أو الوحدات الصحية صالحة وآمنة وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة وذلك من خلال حملات التفتيش الصيدلي على كافة محافظات الجمهورية والتي تقوم بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة والتأكد من صلاحية كافة المنتجات بمختلف المؤسسات الصيدلية وحصولها على التراخيص اللازمة تلقى وزير الخارجية سامح شكر اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الملطي إيفرست بارتولو وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر ومالتا أوضحت وزارة الخارجية أن الوزيرين ناقش ملفات العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدما خاصة في ظل الوتيرة المتميزة التي تشهد هذه العلاقات في شتى المجالات والدعم المتبادل في المحافل الدولية كما رحب الوزيران في هذا السياق بتكثيف أليات التشاور السياسي بين الجانبين من خلال الارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة على جميع الأصعدة والدفع قدما بمناح العمل نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية هذا وقد شهد الاتصال كذلك تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنصيق من أجل استمرار الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين رشح الموقع الأمريكية بيزنس انسايدر مصر ضمن قائمة الأفضل عشرة وجهات استثمارية في القارة الإفريقية جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حيث تعد هذه المؤشرات دليلا على مدى التطور الذي وصلته مسيرة التنمية المصرية ومن مؤسسات دولية تتسم بالمصداقية والشفافية هذا وأوضح تقرير الموقع الأمريكي أن مصر قد ارتفع معدل نمو اقتصادها بنسبة 9.8% في الربع الأول من العام المالي الحالي وذلك حسب آخر الإحصاءات التي نشرتها وكالة رويترز للأنباء مؤكدا أن تلك الإحصاءات توضح أيضا أن مصر تعد واحدة من أغنى الدول الإفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي عن عام 2021 حيث تمتلك ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي في قارة إفريقيا بقيمة تصل إلى 394 مليار دولار استقبلت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم بحث هذا اللقاء الترتيبات والاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع والتي تعقد تحت عنوان مصر تستطيع بالصناعة والمقرر عقده بتعاون عدد من الوزرات والجهات المعنية أكدت نيفين جامع أن المؤتمر يعكس توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي من جهتها قالت نبيلة مكرم أن الدولة تسعى من خلال مؤتمرات مصر تستطيع بالصناعة تنفيذ التوجهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة هذا وقد أكدت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع أن اتفاقية التجارة الحرة القرية الإفريقية شهدت تقدما ملحوظا حيث أثمرت مفاوضات الاتفاقية عن زيادة عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية لتصل إلى 42 دولة وقيام 44 دولة بتقديم عروض تحرير السلع و46 دولة لعروض تحرير الخدمات جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع وفد سكرترية اتفاقية التجارة القرية برئاسة وامكيلي ميني وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن مصر كانت من أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية وأيضا التصديق عليها من البرلمان المصري وذلك إيمانا من القيادة السياسية والحكومة المصرية بأهمية تحقيق التكامل الإفريقي مع دول القارة الصمراء من جانبه أكد وامكيلي ميني حرص سكرترية اتفاقية التجارة الحرة القرية الإفريقية على تعميق أواصر التعاون مع مصر باعتبارها من الدول ذات الريادة في العمل على إنفاذ الاتفاقية وخاصة أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي فضلا عن تصدرها قائمة الدول التي صدقت على الاتفاقية أكد وزير الطيران المدني محمد منار بأن الاستعدادات الخاصة بمؤتمر قمة المناخ تأتي في مقدمة اهتمامات الوزارة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإخراج هذا الحدث العالمي الضخم على أرض مصر بصورة تليق بمكانتها وريادتها إقليميا ودوليا وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة جاء ذلك عقب الإجتماع الذي عقده وزير الطيران مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لبحث الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر قمة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي كاب 27 حيث بحث الجانبان آليات التعاون المشترك بين الوزارتين الخاصة بالتنظيم والإعداد للمؤتمر كما تم الاتفاق على أن تقوم وزارة البيئة بإعداد فيديوهات مصورة عن التغيرات المناخية ومعلومات عن استضافة مصر لقمة المناخ وعرضها من خلال الشاشات الموجودة بكافة المطارات المصرية أعلنت وزارة الموارد المائية والرهي أن الدولة تنفذ رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية وأشارت الوزارة إلى الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المصاقي حيث أوضحت أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4269 كم بمختلف المحافظات المصرية ويتم تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4380 كم وأضافت الوزارة أنه تمت إزالة 39 ألف حالة تعد بمساحة تصل إلى 5 مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعروي عن تسلم محافظة جنوب سيناء المدفن الصحي الآمن بمدينة شرم الشيخ بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 35 مليون جنيه يأتي ذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات أوضح شعروي أن محافظة جنوب سيناء تشهد إنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصنبة حيث يبلغ حجم الاستثمارات المقدمة للمحافظة حوالي 103 ملايين جنيه رأس وزير البترول والثروة المعدنية طارق المنلى عبر تقنية الفيديو كونفرنس أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول عن العام المالي القادم 2022-2023 وأكد المنلى على الدعم الذي يحظى به صعيد مصر بشكل عام والأنشطة البترولية هناك بشكل خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي موجها الشكر لمحافظ الصعيد للدعم الذي تلقته الأنشطة البترولية هناك وبخاصة أنشطة توصيل الغاز للمنازل والسيارات وإقامة محطات التموين والتي تعكس والتي انعكست على شعور المواطنين بحسن استغلال الموارد الطبيعية في خدمتهم استقبل وزير البترول وثروة المعدنية طارق المنلى السفيرة الياباني الجديد بالقاهرة أوكا هيروشي تناول هذا اللقاء بحث تحديات تغير المناخ والتوجه العالمي للتحول نحو الطاقة النظيفة ومستويات الأسعار العالمية الحالية بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون في ظل اهتمام كبير من الشركات اليابانية للمشاركة في هذه المجالات في مصر خلال اللقاء أكد المل على التعاون المستمر والبناء لقطاع البترول مع الشركات اليابانية خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة لصناعة البترول والغاز في ظل الخبرات المتميزة التي تمتلكها الشركات اليابانية في هذا المجال أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء تراجع هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ربح رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.72 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 59 من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 11.596 نقطة فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 1 من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 21.147 نقطة وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 2 من 10 في المئة يغلق عند مستوى 3.182 نقطة للمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال الأستاذ كريم عبد العزيز أستاذ كريم في البداية رؤيتك لأداء البورصة خلال اليوم طبعاً المهاردة ما شفنا صعوب جماعي جميع المؤشرات زي أنا حرارة زكارتي طبعاً ده مصحوب بالعرض لتقدم من بنك هاتفزي للإستحوال على صحب المطموعة المالية يغلس بالنسبة 51% العرض طبعاً لسه نحن في مرحلة أو مرحلة الصحص الناشي للجهالة اللي هيعمله البنك للمجموعة المالية فيه فطبعاً بشكل إيجابي على السوق من الإضافة لو خدنا نظرة عامة بقى على المعشر الرئيسي بالسوق اللي هو EGX30 فهنعررنا من مستوى 11.500 مرة وده بيلاقي عنده دعم سويس بيظهر عند المستوى ده مشتري قوي حتى لو مستوى الأسعار مرتفعة إلى حد نعم أستاذ كريم أبرز القطاعات الرابحة خلال التعاملات وأسباب الصعود من وجهة نظرك وأيضاً القطاعات التي تراجعت قطاعات قطاع الخدمات السماعية طبعاً بقيادة سام المجموعة المالية أمس هو أكثر قطاع صعاد المهاردة شفنا نسبة صعود كبيرة فيه القطاع ده من أول السنة وهو متناسب بشكل كويس جداً بيحقق أرباح كويسة على جميع المشطات المختلفة أو الأنشطة المختلفة بتاعتي لو تكلمنا عن القطاعات اللي تأثرت سلباً المهاردة اللي يقطع الأرضية والمشروبات بيتأثرت بشكل سلبي وده أمر طبيعي بيحصل في فرصات رديمة السنة علشان ما بيبقاش فيه ما بيشهدش نشطات كبيرة يعني زي أرب شهر رمضان بنبقى فينا شف أكبر نعم أشكراً جزيلاً شكراً خبير أسواق المال كريم عبد العزيز شكراً جزيلاً أستاذ كريم على هذه المشاركة ومن السوق المصرية إلى منطقة الخليج حيث تبينت أسواق المال بالمنطقة على صعيد المؤشرات فقد صعد سوق دبي بنسبة 1% ليسجل 3245 نقطة كما قفز مؤشر البحرين العام بنسبة 37% ليسجل 1855 نقطة هذا وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 17% ليسجل 12205 نقطة أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن عجز الميزان التجاري وصل إلى أكثر من 859 مليار دولار وذلك في رقم قياسي غير مسبوق أوضحت التجارة الأمريكية أن زيادة العجز بلغت 27% مشيرة إلى أن هذا العجز جاء مدفوعا بانتعاش الطلب المحلي وزيادة التبادلات التجارية مع العالم وذلك بعد عام 2020 التي بدأت فيها جائحة كورونا زيادة غير مسبوقة سجلها العجز في الميزان التجاري في الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة بلغت 27% عجز جاء مدفوعا بانتعاش الطلب المحلي وزيادة التبادلات التجارية مع العالم بعد عام 2020 التي بدأت فيها جائحة كورونا وزارة التجارة الأمريكية أعلنت أن عجز الميزان التجاري وصل لأكثر من 859 مليار دولار في رقم قياسي غير مسبوك وانتعشت الصادرات بنسبة 18.5% على مدار العام غير أن نسبة الواردات نمت بشكل أسرع لتصل إلى 20.5% بسبب ارتفاع الطلب المحلية وأكثر ما استهلكه الأمريكيون في تلك الفترة هو الهواتف المحمولة والمعدات لمنازلهم والألعاب والسلع للرياضة والملابس وفيما يتعلق بالميزان التجاري الثنائي بين الولايات المتحدة وأبرز شركائها ازداد العجز التجاري الأمريكي بنسبة 14.5% مع الصين وبأكثر من ثلاث مرات مع كندا وب 19.2% مع الاتحاد الأوروبي وصلنا لحضراتكم لختام نشرة الثالثة وهذا تفكير بأبرز عنوينها الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الجزائري لمناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في ليبيا الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار بوليس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ويتمنى له التوفيق لنصرة العدالة وتطبيق القانون رئيس مجلس الوزراء يستعرض موقف المشروع القومي لزراعة قصب السكر وجهود لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري نشكلكم على طيب المتابعة ودمتم سالمين إلى اللقاء